بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة نتمنى الحبابي يكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة نشكر المتابعين لقدام مجدد والناس اللي التحقوا بهذه القناة إن شاء الله يا ربي يكون معكم ويفرحكم ويعطيكم السؤال لكم يا رب اليوم غادي نحط واحد الوصفاء خاصة بالرزق لأن قاعد الناس يبغيوا يجدوا الرزق من العام إلى العام إن شاء الله يكون عندك العام إن شاء الله الجاي يدخل علينا بالرحمة والعافية وتجديد الرزق الرزق الوفرة مع الوليدات الوفرة مع الزوج الوفرة مع الأم تشري اللي يبغات وتعطي اللي يبغات وتمشي للعمرة تمشي للحج أي حاجة بغت ديرها غادي تكون عندها الوفرة إن شاء الله إذن الله سبحانه وتعالى هو الكريم دائماً هاد الأسبوع ذكرنا اسم يا كريم يا وهاب يا كريم يا وهاب الوصفة اللي حطيت ديال آه تناش تناش رائعة إن شاء الله غادي نديروا واحد صيغة بالصلاة على الحبيب إن شاء الله حطوا لي تعليقات نحاولوا ندكروا الله وآه الرسول في هذك الأسبوع اللي باقي إن شاء الله تبقى أسبوع يخرج شهر آه أخير في العام باش نصلوا كاملين على السيد الخلق لأن الصلاة على الحبيب هي مفتاح الفرج اليوم غادي نعطيكم واحد صيغة اللي غادي إن شاء الله تعطيكم طاقة نورانية في البيت يكون عندكم الوفرة يكون عندكم الرزق يكون عندكم دائماً تكونوا عندكم واحد طاقة زوينة في المال تجديد المال من العام إلى العام إذن هاد المخونات اللي تتشوفوا فيهم هما عندكم في البيت الوفرة غادي تاخدوها من الطاقة اللي عندكم في البيت آه المعونة ديال الشهر اللي غادي تاخدوا منه هذا آخر حاجة عندكم زرع آه حمص عدس آه شوفان الروز لا بل الروز يكون حاضر في هاد آه في هاد الوصفة عدنا الزبيب اللي رائع في الطاقة آه جدب المال عدنا القرفة القرفة وعدنا قراءة اللي غادي نحطوها على هاد المكونات وطريقة اللي غادي نحطو بها وغادي ان شاء الله تحطوها على نية جلب الرزق اذا هاد المكونات كل واحد تشري في اول شهر تشري واحد المعونة هياخد منها زراع بالبولة آه شعير اي حاجة عندك ولكن الروز رئيسي في هاد المكونات لابد يكون ولكن كل بيت في هالروز اذا غادي ناخدو عندي كأس ديال الروز عندي الشفان عندي العدس انا اللي عندي في البيت حطيتو لانا عندي الضراء انتوما عندكم الحمص عندكم الفول عندكم الفول السوداني عندكم اي حاجة الحاجة اللي تستهلكوها بززاف في البيت تحطوها كرمز في هاد الطبق لان هالطبق يقدر يبقى من العام حتى العام من العام الى العام اذا انتوما غادي تحافظوا عليه وغادي ان شاء الله تاخدوه كبشارة ديالخير ان شاء الله اول حاجة غا تاخدو الزبيب الاسود اي عينب مجفف عندك غادي تاخدوه لان هذا في الطاقة في الطاقة لجلب المال تيحطوه حطيتو بالقناة عندي رائع 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 جربته بنفسي ما عمر العسبة ما يدخل الزوج فاضي دائما حامل ولو كيلوة البرتقال لابد انه ليدخل تدخل معاشي حاجة اذا عدنا القرفة القرفة اللي رائعة في جدب المال رائعة في جدب المال غادي نوضعها هي اللولة غادي نوضعها هي اللولة كمية كبيرة على الاقل جوج معالك كبار تكون اعواد تكون اعواد الناس اللي عندهم مدقوقة ما عندهم ش يديروها مطحونة هاد الوصفة ان شاء الله الناس اللي قارين يديروها والناس اللي ما قارين ش يديروها اه تقدري تحطي عليها البرتابل وتخلي صورة الواقعة تقرع عليها غادي ناخد اه طبق اه كأس ديال العدس غادي نكون كريمة غادي نحطه هنا الشفان وانا سنقول بسم الله ما شاء الله بسم الله الروز الدرة اذا الزبيب غادي نحطه هنا على الطبق هانتما غادي تاخدو الزبيب هنا هنا اتبزعي على توصلي به توصلي به هاد هانتما غادي تكون الوقت اللي تحضري فيه تكوني عندك طاقة ايجابية ترشي المكان بالعطر ترشي المكان بالعطر لانا غادي تقرع علي صورة الواقعة تقرع علي ثلاث ايام ثلاث ايام صورة الواقعة وصورة ياسين وصورة القاف لانا صورة القاف لتسخير الامور صورة ياسين لتيسير الامور صورة الواقعة لسبحان الله غادي تعطيك طاقة نورانية عدنا اه ان شاء الله بحول الله وقوته صورة الكوتر واحد وعشرين مرة اه يوم الاول غادي تقرعي ان شاء الله بحول الله وقوته صورة ياسين صورة الواقعة تاني يوم غادي تقرأي ان شاء الله صورة الكوتر بحول الله وقوته والواقعة مرة وحيدة صورة ياسي المرة وحيدة صورة القاف مرة وحيدة صورة الكوتر 21 مرة لأن صورة الكوتر رائعة في جلب الرزق بقوة غادي ان شاء الله بحول الله نقرأ ونفت نسلي مقارينش غادي يخدموا الموبايل او البرتابل يحطوها على المكونات يحطوها على المكونات ويخليه يقرأ لأن بغيتي يترقى ان شاء الله ويعطيك طاقة ايجابية طاقة ايجابية من القرآن الكريم طاقة نورانية من القرآن وغادي تكون عندك تحل البركة على البيت اذا في الليل في الليل تل الفجر او الصبح يبقى محلول الى كان عندك ضيف كان عندك ضيف غريب على الدار تنغطي هاد الوعاء تنغطيه نحطه في الصالون نحطه تحت اه تحت اه اي سرير او اي مكان نحطه الى كانوا الضياف او يكون غريب غادي نغطيه ونخبيه في اي مكان اه اما الناس اللي عندي في البيت عارفين ديل الرزق جلب الخيرات جلب العمل جلب الزواج اه طاقة نورانية اللي غادي تعطيكم اه التفاؤل في الخير اذا بنهار نغطيه وبالليل غادي يبقى من مورى العشاء حتى الفجر هو محلول بنهار تتغطيه بمنذيل اخضر او احمر او ابيض غادي تغطيه يبقى طيلة العام طيلة العام هاد المكونات من غادي تخلصي منهم ان شاء الله القرفة غادي تحرقها هاد المكونات غادي تعطيهم صداقة الى طيور فريخات كلهم تيكلوا هاد المكونات تيكلوا الروس تيكلوا الدورات تيكلوا قعد شي غادي تعطيهم او ترميهم في مكان عاشب لما عندكش طيور او عندك حمام اللي يكلت شي غادي ان شاء الله بحول الله وقوتيه تلوحيه بمكان عاشب ولكن يقدر يبقى حتى مدة زمنية عام كله دائما بنهار يتغطيه بالليل نفتحو نصيبنا من العشاء حتى الفجر بإذن الله الوقت لنكون مشغلة صورة البقرة ولو يكون عليها منديل غادي نحطها تحت التلفاز بالنية جلب الخيرات دائما تبقى بحلقة كين اللي تحطوا مفاتيح تلاتة او اربعة او سبعة مفاتيح الخير تحطي مفتاح وتقرأي عليه ان فتحنا لك فتحة مبينة تلاتة المفاتيح وتحطي واحد هنا واحد هنا واحد الوصف على نية فتح النصيب هاد الوصفة قديمة ولكن اعطيتها طاقة من القرآن الكريم باش تكونوا ايجابيين واتطردوا جعل حاجة اللي فاشك ولكن بطاقة نورانية اذا اذا حبابي تنتمنى لكم الصحة والعافية تنتمنى انكم تكونوا بخير على خير وبصحة جيدة هاد طبقة يبقى في المنزل ديالي ان شاء الله وانتم تنتم ديروه ان شاء الله بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا